السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن فيديو جديد بدرس جديد اللي هو lesson 3 part A في unit 9 هنا الهيدنج بيقول لي science العلوم drinking الشرب shower الاستحمام washing غسيل الملابس swimming السباحة watering plants سقي النباتات washing a car غسيل السيارة river nahr lake bohira snow galid ice selg ocean محيط cloud سحابة rain مطر الصفحة اللي بعد كده في بداية الصفحة عندنا بعد ما خلصنا الصفحة الاولينية في lesson 3 part A هنتكلم عن الصفحة التانية بيقول لي extra vocabulary rain water مياه المطر ice سلج process عملية snow جليد water بخار ماء regular verbes change changed يتغير cold cold ينادي او يدعى warm warm stormed يدفع start started يبدأ اما irregular verbes الفعالي غير منتظمة become became يصبح rise rose يرتفع smell smelt يشم fall fail يسقط come came يأتي important expressions and prepositions come from يأتي من go straight into يذهب مباشرة الى is cold يدعى او يسمى high up عاليا get heavier يصبح اثقل fall from يسقط من a lot of كسير من stay on يبقى على change into يتحول الى الصفحة اللي بعد كده في بداية الصفحة عندنا آآ عندي هنا جزئية آآ read and listen جايب لي هنا picture صورة آآ بتبدأ من آآ الى اللي هو التبخير آآ طبعا بسبب زى sun الشمس وبعد كده تبقى الصحب بعد كده precipitation هو طول الامطار وبعد كده ground water للمياه الجوفية والrivers and streams الانهار والقداول آآ هنا بقى بيقول question where does our water come from الماء يبتجي منين rain falls آآ from clouds in the sky rain falls from clouds in the sky الامطار بتسقط من السحب في السماء some rain water goes straight into the ground آآ بعض آآ مياه الامطار بتزم مباشرة آآ آآ الارض آآ آآ أو يعني بتخش آآ آآ الى الارض لكن الكثير من مياه الامطار آآ بتخش في جداول المياه والانهار والبحيرات طبعا في الجزائل الاولانية لما قلنا في الارض يعني بتنزل تحت الارض اما دولة بيخشوا في الجداول المياه والانهار والبحيرات وبعد كده بيوصلوا للمحيط وده بيسموه سقوط الأمطار أو هطول الأمطار بعض مياه الأمطار بتتغير المياه بتدفي آآ اسف الشمس بتدفي المياه وبعد كده المياه بسبب تدفئة الشمس بتتحول لبخار الماء وده بيسموه التبخر نحن لا نقدر نشوف ولا بنشم بخار الماء وما بيقعد على الأرض بيرتفع فيه الهواء وأثناء ما هو بيصبح أبرد عاليا في السماء بيتحول مرة تانية أو بيرجع مرة تانية إلى الماء وبيشكل الصحب ولما الصحب بتبقى أكبر المياه في الصحب بتبقى أتقل ولما المياه في الصحب بتبقى أتقل ده بتبتدي تسقط إلى الأرض ودورة الماء تبدأ مرة أخرى وهكذا يبقى كده احنا عرفنا قصة حياة المية والمراحل اللي بتمر عليها الصفحة اللي بعد كده في بداية الصفحة عندنا عمل من الأضاءة الإنتروبركات في بداية الصفحة أشعر ​​فكم من الأطفال الطفحه م constitute نحيظر الع دول ترين هى 30 مفار تركيز يرجعون إلى ح erreichen الأطفال أشعر بالمكار العطультат ثانيا، الزويل يعتحول ويختار ثانيا أو يظهر الاختيار الثاني ثانيا، لا نستطيع أن نرأه أو نظر الاختيار الثاني أيضا ريورد. رين فالسفر من السبب في السبب. ثم يطرق من السبب؟ ثم يطرق من السبب. ده كده الصفحة بتاعتنا في بداية الصفحة عندنا دراسات اجتماعية فارو فرعون سولجر جوندي سكرايب كاتب فارمرز المزارعون او الفلاحون ارتزان حرفي تريدرز التجار نوبلز النوبلاء ديفرانت مختلف بابايروس ورق الباردي سوسايتي مجتمع يونيفورم زي موحد زي ارمي الجيش رول دور او وظيفة جوري مجوهرات ماتيريالز مواد خام امبورتانت هام او مهم ريكوردز سجلات جودز بضائع عربات الصفحة اللي بعد كده في بداية الصفحة عندنا تعريفات فارو هما كانوا بيبيعوا وبيشتروا كل الايه البضائع اللي هما التجار هما كانوا بيزرعوا الطعام لكل شخص في الايه في الدولة اللي هما الفلاحون ارتزان او الشخص اللي بيصنع الاشياء بايديهم اللي هما الحرفيين او الحرفي regular verbs need needed يحتاج work worked يعمل organized organized ينظم guard guarded يحرص trained trained يتدرب produce produced ينتج rule ruled يحكم no new يعرف grow grew ينمو او يكبر او او يزرع keep kept يحفظ sell sold يبيع write wrote يكتب buy boat يشتري طبعا دولة irregular verbs اللي افعال غير منتظمة واللي كان قبليهم دولة regular verbs افعال منتظمة important and prepositions play important rules يلعب ادوار هامة work with يعمل مع collect taxes يجمع الضرائب keep safe يحفظ بامان train for يتدرب لمدة take from يأخذ من in charge مسئول look after يعتني به organized soldiers ينظم الجنود guard the kingdom يحرص المملكة write on papyrus يعني يكتب على ورق البردي pick out ينطقي او يختار الصفحة اللي بعد كده في بداية الصفحة عندنا read and listen lots of different people played important rules in ancient Egyptian society الكثير من الناس المختلفة بتلعب ادوار هامة في المجتمع المصري القديم the person in charge was the pharaoh الشخص المسئول او الحاكم هو الفرعون the pharaoh needed lots of people to help him الفرعون احتاج الكثير من الناس علشان يساعدوه he worked closely with nobles هو كان بيشتغل وبالقرب منه ال nobles اللي هما النوبلاء and they looked after different things وهم كانوا بيعتنوا بأشياء مختلفة the nobles collected taxes كانوا بيجمعوا الضرائب and organized soldiers وبينظموا لإيه الجنود soldiers were busy keeping ايجيبت safe كانوا الجنود مشغولين بحماية مصر وحفظوا عليها آمنة لأن مصر كانت دولة مهمة وغنية جدا كانوا الجنود بيحموا المملكة وكانوا الجنود جيدين جدا في وظيفتهم اللي هو حماية الدولة scribes were very important because they were usually the only people who could read and write الكتاب كانوا مهمين جدا لأنه هما كانوا عادة هما الناس الوحيدين اللي يقدروا ان هما يقرأوا ويكتبوا they trained for about 12 years before they wrote on papyrus كانوا بيتدربوا حوالي المدة 12 سنة قبل ما يقدروا ان هما يكتبوا على ورق البردي they wrote many different things like letters records and important papers هما كانوا بيدونوا اشياء مختلفة كثيرة زي الرسائل والسجلات وكمان اوراق هم بدون الكتاب we would know almost nothing about ancient Egypt today احنا ما كناش هنعرف اي شيء بخصوص مصر القديمة اليوم التجار هم المسؤولين عن بيع وشراء كل شيء في مجتمع مصر القديمة او المجتمع المصر القديم زي ايه زي طبعا زي الطعام والملابس والمجوهرات والجنود وكمان وزي الجنود اكيد طبعا مش بيبيعوا او بيشتروا الجنود اللي هو الزي الرسمي او الزي اللي بيلبسهم الجنود والصفن وكمان مواد البناء اوه 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 يعني ويحولوها يعني الاشياء يستخدمها الناس زي الاساس والعربات وكمان ايه الملابس اما بقى الفلحون او المزارعون فوظيفتهم هو انتاج الطعام اللي بيأكلوا بقى الفرعون والنبلاء والجنود والكتاب والتجار وكمان الايه الحرفيين تمام اه الصفحة اللي بعد كده في بداية الصفحة عندنا اكتيفتس انشطة listen and write true or false the person in charge was not زافارو طبعا false زافارو needed lots of people to help him true زافارو didn't work closely with nobles طبعا false the nobles collected taxes and organized soldiers true listen and complete number one soldiers were busy keeping ايجيبت safe يبقى soldiers number two ايجيبت was such an important and very rich country يبقى rich number three the soldiers protected the kingdom حمو المملكة number four the army was strong and the soldiers were good at their jobs يبقى army read and match number one pharaoh he ruled the country يبقى one pb soldiers they kept ancient egyptians safe يبقى two pd scribes they wrote everything for the people يبقى three pc traders they bought and sold all the goods يبقى four p.e farmers they grew the food for everyone يبقى five p.e طيب الصفحة اللي بعد كده في بداية الصفحة عندنا حنكمل الاختيفتیس اللي تشوز the pharaoh worked with nobles يبقى الاختيار التالت the nobles collected taxes and organized soldiers يبقى الاختيار الاول the pharaoh was the person in charge يبقى الاختيار الاول number four traders bought and sold all the goods يبقى الاختيار التاني i would like to be because i like writing يبقى scribe الاختيار الاول هنا soldiers were busy keeping Egypt safe يبقى الاختيار التالت reorder soldiers were busy keeping Egypt safe soldiers were busy keeping Egypt safe يبقى دي كده number one number two why were scribes very important why were scribes very important number three the pharaoh was the person in charge خلاص دي كده اي يبقى تاني zafaru was the person in اي zafaru was the person in charge طيب دا كده number three number four why would you like to be ascribe why would you like to be ascribe بعد كده الparagraph هنا بيكلم عن a job you liked in ancient Egypt الوظيفة اللي انت حبيتها في مصر القديمة واذا job ما الوظيفة why do you like it اللي بتحب ها what work does the person do الشغل اللي بيعملو الشخص في هزي الوظيفة فحنقول الوظيفة اللي انا حبيتها في مصر القديمة بتكون المزارعون لانه هم بينتجوا الطعام اللي بيأكلوا الفرعون والنبلاء والجنود والكتاب والتجار والحرفيين مفيش مصر من غير اكل لذلك المزارعون بيكونوا بلدنا يعني هم الاساس انا بحب وبحترم المزارعون كثيرا ايه جدا كده احنا خلصنا آآ لسون سري آآ واتمنى ان تكونوا استفدتوا من الدرس وان شاء الله الفيديو الجديد هنكمل ونخش على لسون فور آآ في يونت ناين واتمنى ان تكونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته